أنا قلت لها لو نجحت في السلام الحمد ودخلت الكلية حربية حخطبك أنا بشكر ربنا طبعا عليه وإن هو شغله الشاغل هو بلده الرئيس السادات جاله في المنام وقال له أنا كنت عارف إني هبقى رئيس الجمهورية فرد عليه وانا عارف إني هبقى رئيس الجمهورية وكان وقتها نقيب في الجيش حفظ القرآن في صغره مع أخواته أحمد وحسين وكان بيمتحن صحابه في الآيات كان مرتبط جدا بولدته وعمره ما نام إلا لما يعدي عليها ويقعد جنبها ويقرأ قرآن وما يتحركش غير لما يتأكد إنها راحت في النوم ودعوتها دايما لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويحميك من كل شر والده كان تاجر أرابيسكو صدف في الجمالية وتعود يروح يساعده بعد المدرسة وهو اللي ادي له خاتم هدية ومن ساعتها عمره ما قلعه من إيده وأكتر شخص أثر فيه عمه محمود وتعلم منه العطاء بدون مقابل وتجوز السيدة انتصار بعد قصة حبه عظيمة وأصعب لحظات حياته لما والدته وحفيده الرضيع ماتوا ودعوته في كل صلاة اللهم جعلني من أهل الله أسرار لا تعرفها عن الرئيس السيسي اتولد في منطقة الجمالية وعيلته أصلها من المنوفية وبيتهم كان أربع أدوار وعنده أربعتاشر أخ وأخت منهم عشر أشقاء وأربعة من الأب بس كانوا سميينه هو طفل الجنرال وكان معلق صورة طيارة فانتوم فقطه وحلمه يبقى طيار ولما خلص الأعدادية قدم في السنوية الجوية لكن ما تقبلش فقرر يدخل المدرسة السنوية العسكرية وبعد ما خد الشهادة رفض يقدم في معهد طيران المدني بإمبابة لأن نفسه يبقى طيار مقاتل مش طيار مدني وقرر يقدم ورقه في الكلية الحربية ويشاء القدر أنه في يوم نجاحه في السنوية يروح يزور خالته وهناك قابل السيدة انتصار وهي قربته من بعيد شوية وولدته تبقى خالت والدتها ومن أول لحظة اتشدلها وحسن فيها كل المواصفات اللي هو عايزها وسألها بتذكري كويس المذاكرة دي هي اللي هتقف جنبنا السيدة انتصار استغربت وبينها وبين نفسها قالت جنبي مين ده احنا لسه بنتعرف لكن في الحقيقة كانت اتشدت له بشخصيته القوية والمسؤولة وفي تاني مرة شافها قال لها لو دخلت الكلية الحربية هخطبك وفعلا نجح ودخل الحربية وهي كانت بتدرس في السنوية وأول ما خلص الكلية وهي تخرجت من الجامعة اتجوزه سنة 77 ولطبيعة شغله في الجيش كان دايما مش موجود في البيت لدرجة انهم اتجوزوا يوم الخميس ونزل الشغل يوم الحد وعشان كده كانت هي المسؤولة عن البيت ورعاية أولادهم محمود ومصطفى وحسن وقية وده بشكل شبه كامل ومن يوم ما اتجوزت هي والريس كانت ناعمة سنة في كل مراحل حياته سواء لما كان زابط صغير بيكتهد عشان يترقى ويبقى أحسن أو لما سافر السعودية ملحق أسكري في السفارة المصرية والحد ما بقى وزير دفاع ورئيس جمهورية والريس كان ناعمة زوج وبتقول السيدة انتصار ما كنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني ووقف معايا وساعدني منتهى طولة البال والحنية والسيسي بيعترف دايما بفضل السيدة انتصار في نجاحه وبيقول انها سهمت في كل اللي وصله ولما تكلم عنها قال زوجتي ستة فاضلة جدا عشرت العمر كله لما جيت أخد رأيها اني أترشح للريس سألتلي احنا بنحبك وخايفين عليك بس البلد بتضيع اتوكل على الله وفي حياته العسكرية كان مثال الكفاءة واترقب سرعة جدا والمشير طنطاوي تبناه بسبب التزامه ولما سألوه في مرة اش معنى عبد الفتاح اللي مخليه جنبك يا سيادة المشير رد وقال عمري ما سألت عليه إلا ولقيته في مكانين يا بيصلي يا فالجام ومن المواقف اللي بتبين التزامه لما كان قائد المنطقة الشمالية العسكرية وجاله خبر وفاة حفيده الرضيع بعد ما وقع من على كنبة الصالون ووقتها اتحرك على المستشفى وخلص اجراءات الدفن ورجع شغله تاني عشان كان لازم يباتي ناك في اليوم ده وبسبب قربه من المشير طنطاوي بعض الناس خدوا منه موقف سلبي لكن السيسي عمره مواقف قدام الحاجات دي لحد ما وصل لمنصب مدير المخابرات الحربية وبعدها وزير للدفاع وقائد عامل القوات المسلحة ثم رئيس للجمهورية وأكتر شيء بيكرهه هو الوسطى ورفض يتدخل مرتين عشان ابنه يتقبل في اختبارات وزارة الخارجية مرة وهو مدير مخابرات ومرة وهو وزير دفاع وفي موقف داني جاله واحد من كبار قيادات القوات المسلحة عشان يوصي على ابنه اللي اتخرج من كلية الحقوق ومقدم في النيابة العسكرية والسيسي قال له لو الشروط منطبقة عليه هيقبلوه من غير ما تدخل لكن الراجل قال له بس ده تقديره مقبول وهنا السيسي انفعل وقال له طب وعايزني عينه ازاي وعندنا ناس جايبة جيد جدا وامتياز واسعد لحظات السيسي لما الاسرة بتتجمع على الغدى يوم الجمعة والريس بيحب الطواجن والحلويات الشرقية وبيسمع قرآن بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الطبلوي ومرتبط بصوت النقشة بندي ونصر الدين طبار ودعاء اليومي ربي قد قاتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين